اخبار الواحدة على قناة يمن شباب نبدأها بالعنوين مقتلوا خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي بينهم قيادي في هجوم للجيش غربية عز مواجهة مستمرة في هيلان واسقاط طائرة مسيرة بصرواح مأرب والسودانيون يتهمون شركة اماراتية بخداعهم وارسالهم للقتال في اليمن اهلا بكم والبداية من تعز حيث لقي قيادي حوثي مصرع في هجوم شنه الجيش الوطني على مواقع الانقلابيين غربية المدينة وقال مصدر عسكري اليمن شباب بان قوات الجيش شنت فجر اليوم الاثنين هجوما على مواقع الميليشيا في جبل القرن واتباب ياسين باتجاه منطقة حذران غربية تعز اضاف المصدر بان قوات الجيش قصفت بالمدفعية مواقع متفرقة للحوثيين غربية المدينة ما اسفر عن مصرع قائد القطاع الغربية التابعة للميليشيا والمكنة بابو عبد العزيز واربعة من مرافقيه كما دارت مواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والتي هي الاعنف منذ اشهر في جبهة الكريفات الشرق المدينة وتزامنت المعارك مع قصف مكثف للميليشيا على الاحياء السكنية الشرق وغرب ووسط المدينة اضافة الى قصف قرى الشقب بجبل صبر جنوبية المحافظة تسبب لغم من مخلفات ميليشيا الحوثية الانقلابية في بتر ساقي امرأة غربية تعز حيث انفجر بالقرب من منزلها قال مصدر المحلي ليمن شباب ان اللغم انفجر جوار منزل امرأة في منطقة قهبان عزلة اليمن التابعة لمقبنة وادى اللغم الى بتر ساقيها ووضعها الصحي حرج للغاية نبقى في تعز حيث يواصل بائع والقات في مدينة التربة بالشمايتين جنوبية المحافظة احتجاجاتهم الرافضة لازدواج التحصيل الضربي الذي يتعرضون له في مداخل مدينة التربة وتظاهر العشرات من بائعي القات في مسيرة جابت شوارع مدينة التربة رافعين لافتات للتنديد بما اسموه صمت سلطة المحلية في المحافظة والمديرية عما يتعرضون له من ابتزاز وفرض جبايات غير قانونية من قبل نقاط امنية في المديرية وشكل محتجون تعرضهم المستمر واليومي للابتزاز في نقطتين امنيتين داخل الشمايتين احدهما في منطقة السمسرة والاخرى عند المدخل الغربي لمدينة التربة الى مارب حيث تشهد جبهة هيلان والمشجح مواجهات بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي مصادر عسكرية اكدت ليمن شباب بان قوات الجيش هاجمت عددا من مواقع ميليشيا الحوثيين في جبهة المشجح فيما صدت هجوما في مرتفعات جبال هيلان وذكرت المصادر بان سلاح الجو التابع للتحالف استهدف موقعا للحوثيين في رأس جبل هيلان موضحة انها مواقع يتم منها اطلاق صواريخ نحو مدينة مارب اسقطت قوات الجيش الوطنية التابعة لللواء مئتين وثلاثة طائرة مسيرة تابع للحوثيين في صرواح غربية مأرب وقال مصدر عسكري ليمن شباب بان الطائرة كانت في مهمة لاستهداف مقر قيادة اللواء قبل ان يتم استهدافها من قبل الدفاعات الجوية لللواء في الجوف شهدت جبهات المحافظة اليوم هدوءا نسبيا بعد ان كانت قد شهدت امس مواجهات عنيفة بعدد من جبهاتها وكانت قوات الجيش قد تمكنت من احباط هجوم الميليشيا في جبهة العقبة شمال الحزم عقب مواجهات عنيفة اسفرت عن سقوط خمسة عشر قتيل من عناصر الميليشيا وسط استمرار المعارك واضافت المصادر بان مدفعية الجيش الوطني كثفت قصفها على مواقع وتمركزت الميليشيا فيما لا تزال المعارك مستمرة بين الجيش والميليشيا في الجبهة ذاتها شنت قوات الجيش والمقاومة هجوما على مواقع تجمعات ميليشيا الحوثي في البيضاء وذكرت مصادر ميدانية بان القوات هاجمت مواقع تمركز الميليشيا في جبهة قانيا ومنطقة الظهرة بمدرية قيفة أقدمت شابة في منطقة قارود بنهم على قتل ثلاثة من الحوثيين قبل أن تستشهد بأكثر من خمسة عشر رصاصة أطلقتها عناصر الميليشيا عليها في التفاصيل ذكرت مصادر اليمن شباب بأن مسنة تصدت لمحاولة اقتحام منزلها في المنطقة قبل أن تباشرها الميليشيا بإطلاق النار وتصيبها بجراح وأضافت المصادر بأن شابة قد أخذت سلاحها عندما رأت أمها مدرجة بدمائها ونجحت في قتل ثلاثة من عناصر الميليشيا قبل أن ترتقي شهيدة جوار والدتها بعد أن باشرها الحوثيون بخمسة عشر طلقة نظمت أسرة سودانية مساءل أحد وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية بالعاصمة الخرطوم احتجاجا على تعاقد شركة إماراتية مع أبنائها وإرسالهم للقتال في اليمن بدلا من توظيفهم في الخدمات الأمنية بالإمارات حسب العقود المبرمة وقال شهود عيان بأن عشرات السودانيين نظموا وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات رفعوا لافتات مكتوب عليها لا للارتزاق لا للدجل لا للخداع الأسر السودانية أكدت بأن الإمارات كذلك خدعتهم فبدلا من التعاقد مع أبنائها لتوظيفهم في وظائف مدنية اكتشفوا أنه تم إرسالهم إلى اليمن للمشاركة في الحرب تأتي هذه الاتهامات للإمارات في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الدعم السريع تابعة للجيش السوداني تقليص قواتها المتواجدة في اليمن إلى 657 جندي عودة إلى تعز حيث قال وكيل وزارة الثقافة عبدالهادي العزعزي قال إن المخطوطات والآثار التي تم إحباط تهريبها في نقطة تفتيش غرب المدينة أمس يعود تاريخها إلى نحو 700 عام وأضاف العزعزي بأن المخطوطات ترجع إلى فترة حكم الدولة الرسولية في تعز فيما أكد مدير الآثار رمز الدمين بأن تلك المخطوطات تم إحباط تهريبها للمرة الثانية في مسعا لإفزاع تعز وإفراغها من محتواها التاريخي والأثري وكما ندعو المواطن إلى الإبلاغ مباشرة إلى قيادة الشرطة العسكرية عن أي آثار أو مخطوطات أو عملية نبش في المواقع الأثرية حفاظا على تاريخ المدينة هذه المخطوطات بقيمة كبيرة جدا ومقتنية المتحف هي من الأصول الإنتاجية الأساسية التي تعود ملكيتها إلى المتحف الوطني ووزار الثقافة ومن ثم للمحافظة تعز تحديدا هذه تدوء تعطينا نظرة عامة عن مدى عمق وتجذر هذه المدينة تاريخيا داخلها مجموعة من التحف بعضها يعود إلى أربع ألف قبل الميلاد دعا طباء يعملون في مستشفى الجفر الميداني بمأرب إلى نقل معداته وأجهزته إلى المدينة مع اقتراب المواجهات من منطقة الجفر تابعة لمديرية مجزر وسط استغراب لعدم القيام بتلك الخطوة ووفقا للمصادر فإن المستشفى الذي تشرف عليه وزارة الدفاع تم تجهيزها بنحو مليار ريال وسط مخاوف من سقوطه بيد الحوثيين خاصة مع مغادرة الأطباء العاملين فيه إلى مدينة مأرب مركز المحافظة بوتيرة متسارعة تحث محافظة شبوة الخطى نحو التنمية مستفيدة من حصتها من عوائد النفط وعلى الرغم من الاضطرابات التي تعيشها البلد في إطار الحراك التنموي المتسارع في محافظة شبوة عبر تأهيل المؤسسات الخدمية وافتتاح مشاريع استثمارية أخرى حكومية وخاصة تم مؤخرا افتتاح مشروع استثماري بتكلفة ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار المشروع الذي يتكون من مصنع للخرسانة المسلحة ومصنع أوتوماتيكي للبلوك وخلاطة للأسفل يتزامن مع افتتاح وإعادة تأهيل عدة مشاريع في مجال البنية التحتية وشبكة الطرقات والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات التنموية تشق محافظة شبوة طريقها نحو التنمية بقيادة محافظها محمد صالح بن عاديو الذي حول المحافظة إلى ورشة عمل لا تتوقف رغم الصعوبات والظروف الأمنية المضطربة في البلاد بشكل عام استفادت السلطة المحلية في شبوة من حصة المحافظة من عائدة النفط والتي تبلغ 20% من صادرات النفط ووظفتها في تأهيل وافتتاح عدد من المشاريع التنموية التي ترفع من منسوب الاستقرار المعيشي وتخلق العديد من الوظائف والأعمال وخلال السنة والنصف الفائتة بلغت حصة المحافظة من عائدة النفط 31 مليون دولار من عائدات تصدير 13 شاحنة من النفط الخام وتم تسخير هذه المبالغ في المشاريع الخدمية لأبناء المحافظة وفقا لما تقوله قيادة السلطة المحلية توجه فريق شعب حضر موت بطلا لبطولة الدور التنشيطي لكرة القدم وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على وحدة عدن بركلة الترجيح عصر اليوم أو عصر الأمس وكان شعب حضر موت قد تأهل إلى مباراة نهائية بعد الفوز على نادي تلال بهدف دون رد في لقاء نصف نهائي وهي ذات النتيجة التي تغلب بها وحدة عدن على أهل تعز في اللقاء الآخر نهاية النشرة تذكيرون بالعنوة مقتلوا خمسة من عناصر الميليشي الحوثية بينهم قياديا في هجوم للجيش غربية عز مواجهات مستمرة في هيلان وإسقاط طائرة مسيرة بصرواح مأرب والسودانيون يتهمون شركة إماراتية بخداعهم وإرسالهم للقتال في اليمن نهاية النشرة فيه من الله موسيقى اشتركوا في القناة